تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية مدبولي يؤكد على ضرورة الاسرع في بدء انشاء محور من منشأة القناطر لتسهيل حركة المواطنين تقدم قوات الجيش اليمني على جميع الجبهات الاستراتيجية في مأرب وفرض حصار كامل على الجبهة الجنوبية للمحافظة روسيا تنفي اتهامات واشنطن لها بالتخطيط لعملية تخريب لاستخدامها كذريعة لغزوة اوكرانيا اهلا بكم مشاهدين الكرام في مستهل فترة اخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الاخبار من القاهرة نبدأ من القاهرة ايضا حيث كلف رئيس الوزراء بالاسرع في بدء انشاء المحور المقترح في منطقة القطى بمنشأة القناطر التي شهدت مؤخرا حدث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل في فرع رشيد وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من اجل تسهيل حركة تنقل المواطنين وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع وزير النقل لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية اكد مدبولي على الاهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لمشروعات الطرق والمحاور جنبا الى جنب مع منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مواسعة مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر تغير المناخ الحالي كوب 26 وذلك بمشاركة وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد المنصق الوزري مبعوث المؤتمر كان شكري قد عقد مع الوزير البريطاني جلسة مباحثات ثنائية تناولت الجهود الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي بالاضافة لاستضافة مصر لقمة المناخ القادمة كوب 27 المقررة العام الحالي نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من المستشارين في وزارة العدل الى مركز الاصلاح والتأهيل في وادي النطرون لمشاهدة مرافق المركز والرعاية المقدمة للنزلاء والبرامج الخاصة بالتأهيل والاصلاح تشهد المنظومة العقابية في مصر تطورا ملحوظا مع انشاء مراكز الاصلاح والتأهيل الجديدة وتحرص وزارة الداخلية على اتاحة الفرصة للمنظمات الحقوقية والانسانية لزيارتها لمشاهدة هذا الانجاز الحضاري الانساني ومنها هذه الزيارة لعدد من المستشارين بوزارة العدل لمركز الاصلاح والتأهيل وادي النطرون الزيارة بدأت بقاعات المحاكمات التي تم انشاؤها داخل المركز والتي تعكس التنصيق بين وزارتي الداخلية والعدل في توفير الاجواء الملائمة لتطبيق العدالة وتخيف عناء انتقال النزلاء لاماكن محاكمتهم واجراءات التأمين حيث اشهدوا بتلك الخطوة المهمة في سرعة الفصل في القضايا هي نقلة نوعية في كل التفاصيل بتدل على ان في رؤية بتتعمل نقلة التي تعمل بالفعل من مؤسسات العقبية لمؤسسات تأهيل فعلا بتتواكب مع الرؤية الجديدة في الجمهورية الجديدة للدولة يعني مثلا لما تبقى قاعة محكمة بهذا الشكل بهذا الأداء بهذا التخطيط كل التفاصيل بدءا من دخول المتهمية لما كان احتجازهم لما كان محكمتهم لما كان مدولة القضاء ما شهدناه اليوم سواء في مقرات المحاكم او في العنابر الخاصة بالنزلاء حقيقة بتؤسس لرؤية الدولة الجديدة في معاملة هؤلاء النزلاء واعادة دمجه مرة اخرى في المجتمع من خلال عدد من الأنشط شفنا قد ايه حجم التطوير اللي تم فيه ابنية المحاكم من استخدامهم لتقنية المعلومات مراعاة لحقوق المساجين وحقوق الانسان تنقل الوفد بين جنبات ومرافق مركز الاصلاح والتأهيل لمشاهدة ما يتضمنه من مرافق توفر الرعاية اللازمة للنزلاء وفي مقدمتها المركز الطبي بتجهيزاته التقنية والبشرية المتطورة لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء بل وقدراته على التعامل مع الحالات الحارقة شوفنا الرعاية الصحية بتاعتهم اللي بتضم أحدث الأجهزة الطبية اللي ما شوفناهاش في أي مستشفيات خاص شوفنا مراكز طبية على أعلى مستوى شوفنا مراكز تعليم فني شوفنا مخابز شوفنا أماكن صالحة جداً للمعيشة مش هنقول كنزيل هنقول كبني آدم وأسنى الوفد على برامج التأهيل والإصلاح المتبعة والتي تتوافق مع أعلى المعيير الدولية في رعاية النزلاء وحقوق الإنسان وتأهيلهم وبهدف تقويم سلوكهم وإرشادهم إلى الطريق الصحيح مع إسقالهم بالمهارات الحرفية اللازمة داخل الورش المختلفة والتي تضمن لهم التكسب من ورائها لمواصلة الحياة عقب الإفراغ وإعطائهم الفرصة للاندماج في المجتمع صالحين نافعين له شفنا مستوى رائع 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 أكثر من رائع بيحافظ على أدمية الإنسان المؤسسة العقبية تطورت بشكل رهيب عشان خاطر تكفي نفسها وعشان خاطر تكفي المؤهلين اللي هيتطلعوا تاني يعيشوا في المجتمع المسألة بالنسبة لنا كان شيء مبهر شفنا مجهود كبير شفنا زي المسجون هنا بيلاقي أحسن معاملة شفنا كل ما يخص حول الإنسان المتوفر هنا بحول الإنسان من علاج من أكل كويس شرب كويس عيشة كويسة المسجون هنا بيعمل أحسن معاملة اللي عجبني برضو أن النزيل أصبح أنه هو لما بيجي يخش القطاع بيخرج منه متعلم حرفة جديدة لو عنده أي مشاكل اجتماعية بتتحل اللي بيها ما يخرج لمجتمع جديد بشخص جديد بكيان جديد ما يرجعش تاني الحقيقة أنه كان لازم أنهنا نهتم بثقافة النزيل نهتم بإمكانياته وقدراته علشان يكون أقدر على استعاب الحياة بعد خروجه إلى الحياة العامة وبعد أداء مدة العقوبة ما أصبحتش مدة عقوبة بالمعنى اللي كان معروف قبل كده ولكن هي مدة للتأهيل وللتهزيب ولإخراج شخص صالح للحياة وتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خطوة مهمة على درب تطوير المنظومة العقابية في مصر والتي تعتمد على التوسع في إنشائها لإغلاق كافة السجون العمومية التقليدية عبدالبركات التلفزيون المصري إلى السودان نتحول حيث يصل اليوم مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم للالتقاء برئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان والقوى السياسية وليجان المقاومة يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية مولي فاي والمبعوث الخاص الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد سيحضران انتمع أصدقاء السودان في العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بشأن تسهيل عملية الانتقال المدني في السودان قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعده وزير الخارجية مولي فاي سيزوران إثيوبيا هذا الأسبوع لبحث إنهاء الصراع الدائري في البلاد وذلك على خلفية تقارير أممية تفيد بمقتل أكثر من مئة مدني في ضربات جوية استهدفت إقليم تيجري في جهود دبلوماسية حثيثة للمساعدة في إنهاء الصراع في إثيوبيا حثت الخارجية الأمريكية المسؤولين الحكوميين على اغتنام الفرصة الرهينة للسلام من خلال إنهاء الضربات الجوية وغيرها من العمليات القتالية وإرساء الأساس لحوار وطني شامل واشنطن أعلنت أن المبعوث الأمريكي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي سيزوران إثيوبيا هذا الأسبوع ضمن جولة تتضمن السعودية وسودان لبحث التوطر المتصاعد في إقليم تيجري زيارة المبعوثين الدولوماسيين تأتي على خلفية تقارير حقوقية أممية مقلقة نشرت هذا الأسبوع بشأن ضربات جوية شنتها سلطات الإثيوبي على إقليم تيجري أصفرت عن مقتل 108 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين فضلا عن تدمير الممتلكات المفوضية الأممية الحقوقية السامية تحدثت عن احتمال ارتكاب جرائم حرب مشيرة إلى أن ضربات الجوية التي شنها الطيران الإثيوبي منذ نحو أسبوع استهدفت حافلة خاصة ومطارا وخيما لنازحين في مدينة ديديبيت ما أصفر عن مقتل نحو 60 مدنية خلال ساعات الأمم المتحدة وصفت الهجوم بالأسوأ من حيث عدد الضحايا ودعت السلطات الإثيوبية وحلفائها إلى ضمان حماية المدنيين بما يتفق مع القانون الدولي الذي يقضي بالتحقق من أن الأهداف عسكرية غير مدنية وشددت على أن الوقت حان لبدء الحوار والمصالحة البرنامج الأممي للغذاء العالمي نفى مزاعم الرئيس الإثيوبي بأن جبهة تحرير تجري هي سبب وراء تأزم الوضع الإنساني مشيرا إلى أن سلطات الإثيوبية تفتعل العراقيل أمام قواف المساعدات وأن الإقليم يقع تحت حصار بحكم الأمر الواقع من الجيش الإثيوبي أعلن الجيش الإمني استمرار تقدم قواته على الجبهات في مأرب كما أنه تمكن من فرض حصار على الجبهة الجنوبية للمحافظة وكذلك إغلاق المنافذ بشكل كامل وقد أكبرت نيران الجيش الوطني ميليشيا الحوثي على الانسحاب من مناطق للجمة والعكد الرملي والنقعة في وسط انهيار في صفوف الميليشيات فضلا عن تكبودها خسائر فادحة في الأفراد والعتاد وقد أعلن الجيش أنه سيتم خلال ساعات تحرير مديرية حريب في مأرب حيث يستمر هجوم ألوية العمالقة على الميليشيا الحوثي من عدة محاورة لسيطرة على المدينة فيما تتقدم قوات الجيش في منطقة الفليحة القريبة نبقى قليلا في اليمن حيث رفض المتمردون اليمنيون اليوم دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن السفينة التي صادروها مطلع يناير الحالي وطلب بيان مجلس الأمن الدولي في بيانه حيث تبناه بالإجماع طلب بوقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل استئناف ما وصفه بمحادثات سياسية جامعة في شأن عربي آخر ذكرت مصادر أمنية عراقية أن ثلاثة صواريخ من ترازجراد استهدفت قاعدة زليكان التركية في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى شمال العراق ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات وفي وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الحربي أن ثلاثة طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين ثلاثة صواريخ جراد عيار مئة اثنين وعشرين ملي استهدفت قاعدة زليكان التركية شمالي العراق في قضاء بعشيقة بمحافظة نينوى شمالي البلاد ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات بحسب المصادر الأمنية تتعرض قاعدة زليكان التركية بشكل مستمر إلى هجمات صاروخية من أطراف مجهولة في وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الحربي أن ثلاثة طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين الخلية أوضحت في بيان أنه تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية مشيرة إلى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لذت بالفرار تتعرض مواقع عسكرية وديبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل وينسب الأمريكيون ومسئلون العراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن أجواء مفاوضات إعادة إحياء اتفاق عام 2015 أنووي الحالية في فيينا باتت أفضل مما كانت عليه وقال بوريل عقب اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في مدينة بريست الفرنسية إن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق مع إيران يأتي هذا فيما أكدت الصين مجدداً معارضتها للعقوبات أحدية الجانب من قبل الولايات المتحدة على إيران جاء ذلك في اجتماعاً بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في حين أيدت الصين الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى وإيران وقال وانج إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الأساسية عن الصعوبات المستمرة مع إيران وذلك بعد انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018 مؤكداً أن الصين تدعم بقوة استئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي قالت السفارة الروسية في واشنطن إن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإعداد ذريعة لغزو أوكرانيا لا أساس لها من الصحة وتمثل تأكيداً على استمرار الضغط الإعلامي على موسكو أجواء مشحونة بالتوتر بين كل من روسيا وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأزمة الأوكرانية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي النيتو يانسي سولتنبيرج أكد استعداد الطرفين لمواصلة الحوار مع روسيا الخارجية الأمريكية أعلنت على لسان المتحدث باسمها نيت برايس أن بلينكين وسولتنبيرج أجرايا محادثة هاتفية لمناقشة الخطوات التالية في أعقاب اجتماع مجلس النيتو وروسيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وأضاف برايس أن الطرفين يحسان روسيا على اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة عدوانه المستمر على أوكرانيا من جانبها أعلنت أوكرانيا أن لديها مؤشرات أولية إلى تورط محتمل لأجهزة الاستخبارات الروسية في هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف العديد من وزارتها المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بينتاجون قال إن واشنطن لديها معلومات تفيد بأن روسيا جهزت مجموعة من العملاء لتنفيذ عملية في شرق أوكرانيا لتكون زريعة لغزوها لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا تعمل على إيجاد زريعة لاحتمال غزو أوكرانيا ولدينا فضلا عن ذلك مؤشرات تشير إلى أن الجهات الفاعلة في مجال النفوذ الروسي بدأت في تلفيق الاستفزازات الأوكرانية التي تحاول مرة أخرى في كل من الدولة ووسائل التواصل الاجتماعي تبرير ودفع نوع من الزرائع للتوغل في أوكرانيا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد جددت التزامها بتقديم مساعدة دفاعية للجيش الأوكراني في موقف يأتي بعدما فشلت المحادثات بين موسك والغرب في خفض حدث توطر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية وصول الطائرات الستة الأولى من قوات حفظ السلام الروسية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى مطار سيفرني في مدينة إفانوفو الروسية قادمة من كازاخستان كانت القوات جزءا من قوة تم إرسالها كقوات حفظ السلام من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وهو تحالف تقوده روسيا من ست جمهوريات سوفيتية سابقة وقد وافقت المنظمة على نشر قوة تزيد عن ألفي جندي بناء على طلب من رئيس كازاخستان قاسم توكايف عقب التظاهرات العنيفة التي ضربت بلاده كشفت استطلاعات رأي أجريت في الفترة الأخيرة تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب سلسلة خطوات من بينها فشله في إقرار مشروع إصلاح النظام الانتخابي الأمريكي في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية وروسيا وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وفشل مشروعه في البرلمان لإصلاح النظام الانتخابي حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإشادة بأحد النجاحات القليلة في رئاسته المتمثلة في خطة البنى التحتية الضخمة ويكمن الإنجاز الحقيقي في عهد الرئيس الديمقراطي في تملير خطة ضخمة بقيمة 1200 مليار دولار لاستثمارات في الطرقات والجسور والإنترنت والذي هو بحق مبلغ تاريخي نال حتى دعم بعض البرلمانيين الجمهوريين غير أنه ينطوي على بعض المفارقات فأثناء المصادقة على الخطة المليارية داخل مجلس الشيوخ مطلع نوفمبر الماضي دعا بايدن السيناتور عن ولاية أريزونا كريستين سينيما للتحدث والإشادة بالخطة إلا أن السيناتور سينيما هي نفسها من تغافل لاحقا من على منصة مجلس الشيوخ عن التحدث عن مشروع قانون انتخابي وعد عبره جو بايدن بأن يحمي وصول الأمريكيين المنحدرين من أصول إفريقية إلى صندوق الاختراع في مواجهة قيود تفرضها بعض الولايات المحافظة في الجنوب وتعد هذه الخطة رمزا للتحول الذي يسعى جو بايدن للقيام به فخلال خطابين منفصلين وجه بايدن تحذيرات من خطورة غير مسبوقة على الديمقراطية الأمريكية وشن هجامات عنيفة غير مسبوقة ضد سلفه دونالد ترامب وضد المعارضة بشكل عام وبالتالي فلن يكون هناك أي أمل في أن ينال مشروع الإصلاح الانتخابي الذي دعا إليه الرئيس بايدن تأييد برلمانيين جمهوريين لبلوغ الغالبية الكبرى المؤلفة من ستين صوتا مطلوبة في مجلس الشيوخ وتؤكد استطلاعات للرأي الواحدة تلو الأخرى تراجعا شعبيا للرئيس بايدن وذلك في أعقاب نسبة التضخم التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1982 وبلوغ عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19 رقما قياسيا فضلا عن التجربة الصاروخية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية للمرة الثالثة في غضون سنة إلى تطورات جائحة كورونا حيث طالبت وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعامل مع عراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا بحيث يقوم المريض بعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته وأكدت وزارة الصحة أهمية وضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كونها حائط الصد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجات عن تفشي الفيروس كما نصلت الوزارة بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأية مشاكل تنفسية مؤكدة توفر أقسام عزل مرضى فيروس كورونا في جميع المستشفيات هذا ويواصل فيروس كورونا انتشاره في دول العالم في ظل الزيادات القياسية في عدد الإصابات التي تسبب فيها المتحور أوميكرون وقد تسبب فيروس كورونا في وفاة خمسة ملايين وخمسمائة وثلاثين ألف شخص بينما ارتفعت عدد الإصابات على مستوى العالم إلى ثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألف حالة على الرغم من موجة حر غير مسبوقة تعاني منها أستراليا إلا أن السلطات هناك أعلنت أنها قد تكون تقترب من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا كما حضرت السلطات الصحية الأسترالية أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية خلال الأسبوع القليل القادمة بعد تسجيل أكثر من مئة ألف حالة لليوم الرابع على التوالي وبعد أن نجحت أستراليا في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال قيود صارمة في وقت سابق من الجائحة باتت تعاني الآن من تسجيل أعداد قياسية في الإصابات بالسلالة أوميكرون في حين اتبعت معظم المناطق استراتيجية التعايش مع الفيروس خاصة بعد ارتفاع معدلات التطعيم أستراليا سجلت أكثر من واحد واثنين من عشر مليون إصابة هذا العام مقارنة مع مئتي ألف إصابة خلال عامي 2020 و2021 مجتمعين مع أنها تعد واحدة من أكثر الدول تطعيما ضد كوفيد ناينتين في العالم حيث تم تطعيم أكثر من 92% من الأشخاص فوق 16 عاما بجرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس على الجانب الآخر من العالم أفدت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد ناينتين بلغت أكثر من 44 ألف حالة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى حوالي 4 ملايين ونصف المليون أما في الصين فقد أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 165 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا انخفاضا من 201 في اليوم السابق وذكرت اللجنة في بيان أن 104 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقارنة مع 143 حالة قبل يوم وقد ذكرت اللجنة أن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن ما يقرب من 105 ملايين إصابة مؤكدة ولم تسجلوا أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة وفاة أما في منطقة أمريكا اللاتينية تعاني البرازيل من تفشي حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع انتشار سريع لمتحور أوميكرون في سائر أنحاء البلاد حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 122.286 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل 251 وفاة خلال 24 ساعة الماضية يصعب على الخبراء تتبع مسار انتشار متحورة أوميكرون أكثر سلالات الفيروس انتشارا في البرازيل بسبب قلة الاختبارات ونقص البيانات بفعل قراصنة المعلومات لكن ثم تدلائل متزايدة على أن هذه المتحورة تنتشر على نطاق واسع في أكبر دول أمريكا اللاتينية سكانا وتضاعف عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس منذ الأسبوع الماضي مع تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بنحو 27 ألف إصابة يوم الأربعاء الخامس من يناير ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للمصابين أكبر من ذلك بكثير جراء النقص في عدد الاختبارات والأنظمة الصحية المتهالكة والتعتيم العام على البيانات وحتى الآن ما زال عدد الوفيات يدور حول رقم 120 يوميا وهو عدد أقل بكثير مما سجل في العام الماضي حيث كان يعتقد أن البرازيل هي بؤرة الجائحة في العالم بأكثر من 3000 وفاة يوميا ومع تسجيل أكثر من 620 ألف وفاة تاتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا في حصيلة الوفيات بكورونا خلف كل من الولايات المتحدة وروسيا ويأمل الأطباء في أن تخفف حملة تطعيم واسعة النطاق يعتقد أنها شملت 67% من السكان من موجة الإصابات الحالية لكن مع ارتفاع الإقبال على طلب الخدمات الصحية تعاني المستشفيات أيضا من نقص في الأطقم الصحية مع إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين بالفيروس متحورة أوميكرون ألقت أيضا بظلالها على الاقتصاد إذ أعلنت الرابطة الوطنية للمطاعم أن 85% من الأعضاء يعانون من غياب العمال مع تسريح نحو 20% من العمالة كما اضطرت بعض شركات الطيران إلى إلغاء رحلات نتيجة نقص الأطقم مما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المسافرين في بعض المطارات وفي محاولة للتخفيف من الآثار السلبية لانتشار الفيروس خفضت وزارة الصحة مدة العزل الصحي للمصابين بكورونا إلى سبعة أيام من عشرة أيام كما ألغت ولايات عديدة مهرجانات احتفالية على أمل التقليل من حالات العدوى ابقوا معنا مشاهدين الكرام لا يزال بين أيدينا المزيد من المتابعة الإخبارية بعد قليل نتابع كوريا الشمالية تطلق ثالثة تجربة صاروخية في أقل من أسبوعين أهلا بكم مجدداً وأرحب بزميلة دينا قنديل التي تنضم إلينا الآن في هذه القراءة الهم وآخر أخبار المال والاقتصاد أهلا بك بينا أهلا بك أحمد شكراً جزيلاً إلى أخبارنا الاقتصادية وفيها البنك الدولي يؤكد أن مصر تستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة وتوقعات بإيجابية استمرارها مستقبلاً أهلا بكم أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة عززت من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي الذي تضمن رسماً توضيحياً صلت الضوء من خلاله على إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصري خلال كورونا وأشرت تقرير إلى أن البنك توقع أن تحقق مصر واحداً من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022 حيث ستحقق الثاني أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بنسبة 5.5% خلال عام 2021-2022 أظهر رسم التوضيحي توقعات البنك الدولي بأن يقدم الاقتصاد المصري أداءاً قوياً ومستقراً بالرغم من تباطئ معدلات النمو العالمية قالت وزيرة التخطيط أهالة سعيد أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 2021-2022 تبلغ 3.8 جنيه بالنسبة زيادة 22.5% عن الخطة السابقة حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 185 مشروعاً جاء ذلك في تصريح بمناسبة إعلان وزارة التخطيط ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بني سويف لعام 2021-2022 وأوضحت وزيرة التخطيط أن خطة المواطن تعتمد على منهجية البرامج والأداء حيث تقدم معلومات مفصلة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة ونصيبها من الاستثمارات العامة بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أكد وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة كان وزير الرئي قد تلقى تقريرا يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع وأعمال تأهيل المساقي وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كم بمختلف المحافظات وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4087 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كم وتمهيدا لطرحها للتنفيذ ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 10682 كم أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيموية والأسمداء عن بدء تنفيذ برنامج جزد دهار لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات الكيموية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أوضح المجلس التصديري أن البرنامج يهدف إلى مساعدة الشركات على تحقيق نسب نمو كبير من خلال مساعدتهم في بناء وتنفيذ خطة استراتيجية عن طريق مجموعة متخصصة من الاستشاريين المتخصصين في القطاع وأشر المجلس التصديري للصناعات الكيموية أن البرنامج يستهدف كذلك تقديم الدعم الفني اللازم في مجالات التسويق وتطوير الأعمال بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة بغرض التصدير قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة سيبدأ غدا الأحد وحتى العشرين من فبراير المقبل في تسليم 2328 واحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بثلاثة قطاعات بمنطقة 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة أكدت الحكومة اللبنانية تحسن الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجيا في لبنان وشددت الحكومة اللبنانية على إلزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق معايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة كما أوضحت الحكومة اللبنانية أنه لا هجرة للمصانع من لبنان مشيرة إلى وجود استثمارات صناعية عديدة في البلاد خلال العام الماضي مشددا على استعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي أكد حاكم مصرف لبنان المركزية رياض سلامة استمرار العمل بقرار المصرف الخاص بالسماح للمصارف بشراء دولار الأمريكي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أولد عملائها على سعر منصة صيرفة الرسمية من دون سقف محدد وأعلن مصرف لبنان السماح للبنوك بشراء دولار الورقي عبر المنصة زيادة عن الحصة التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية كان سعر صرف دولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق قد تراجع بشكل ملحوظ خلال يومين الماضيين في أعقاب هذا القرار أحمد عتابي ما زال لديه الكثير من الأخبار إليك أحمد شكرا جزيلا لك يدينا و أهلا بكم مجددا مشاهدنا الكرام أطلقت كوريا الشمالية ثالثة تجربة صاروخية في أقل من أسبوعين على الرغم من قيام الولايات المتحدة هذا الأسبوع بفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج يواصل الغرب فرض عقوباته الاقتصادية على كوريا الشمالية وعلى الجانب الآخر تصاعد بيونج يانج من وطيرة إجراء تجاربها الصاروخية التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي مسلسل متواصل من التوتر في العلاقات بين كوريا الشمالية والغرب الذي يسعى إلى منع بيونج يانج من امتلاك أسلحة نووية وربط أي تجارب صاروخية تجريها بعقوبات اقتصادية شديدة فمنذ بداية العام الجديد أجرت كوريا الشمالية حتى الآن ثلاثة تجارب لإطلاق الصواريخ من بينها صاروخانة قالت إنهما أسرع من الصوت أما التجربة الثالثة فقد أعلنت بيونج يانج أنها تمت من علامات نقطار وتأتي هذه التجربة الجديدة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة ضد كوريا الشمالية هذا الأسبوع ما دفع بيونج يانج إلى التعهد بعدم التخلي بما تعتبره حقا في الدفاع عن النفس كما دعت واشنطن مجلس الأمن الدولية إلى اتخاذ إجراءة مع عدد من الأفراد والكيانات بكوريا الشمالية بتهمة انتهاك قرارات المجلس التي تحذر على بيونج يانج تطوير صواريخ وأسلحة نووية والجهود الدبلوماسية في طريق مسدودة في إطار ملف نووي الكوري الشمالية منذ فشل القمم التاريخية في 2018 و2019 بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامبا والزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ أون ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم عددا من طلاب المدارس الثانوية أصيبوا بجروح بينما كانوا يستعدون لأداء امتحان القبول بالجامعات في العاصمة توكيو وذلك في هجوم نفذه طالب بسكين وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن طالبا هاجم ثلاثة من الطلاب بسكين أثناء تجمعهم لأداء امتحان القبول وأن المشتبه به طالب بالمرحلة الثانوية ويبلغ من العمر 17 عاما وجرى اعتقاله اندلع حريق شديد في مستودع للمواد الكيميائية في ولاية نيوجيرسي شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية ولا توجد معلومات حتى الآن عن إصابات أو ضحايا وأقد قررت السلطات عدم إجلاء السكان لكن رئيس بلدية المدينة حثت سكان في المناطق المحيطة بالمستودع المنكوب أن يلزموا منازلهم ويحرصوا على إغلاق النوافذ لمنع تسرب أي مواد ضارة نخرج إلى فاصل ونتابع بعده المزيد من أنبائنا بعد الفاصل التالي الأرصاد الجوية تحذر من حالة عدم استقرار الطقس خلال هذا الأسبوع أهلا بكم وبقى من أخبار الطقس وفيها وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الطقس بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من تعرض البلاد لحالة من الطقس الشديد البرودة خلال الأسبوع الحالي مشيرة إلى أن القاهرة والمحافظات ستتعرض لرياح شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تزيد من برودة الطقس وقد يصل الطقس البارد لحد الساقيع في محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء حشدت السلطات في الأرجنتين رجال الإطفاء لمواجهة حرائق الغابات التي اندلعت في تسع من أصل ثلاث وعشرين محافظة واحد منها نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو ستة آلاف هكتار من الغطاء النباتي من دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخلاء حتى اليوم في ذل درجة حرارة تقترب من أربعين درجة مئوية حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل ثلاث وعشرين محافظة في الأرجنتين واحد منها نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو ستة آلاف هكتار من الغطاء النباتي من دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إجلاء حتى اليوم وكان نحو مئة من رجال الإطفاء وأفراد الدعم بمؤازرة خمس طائرات وأربع مروحيات يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في متنزه نهو الهواب الوطني بالقرب من مدينة بارلوتشي السياحية وفقا لخدمة إدارة الحرائق الوطنية مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أجيدا وهي في موقع الحريق المستمر منذ السادس من ديسمبر بسبب البرق قالت إن الحريق يعد واحدا من أخطر الحرائق التي شهدتها المنطقة أجيدا أشارت إلى أن الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة التي تتراوح بين 35 و40 درجة تساهم في استمرار انتشار الحريق مع توقعات جوية بأن الأمطار قد لا تكون كافية وتأثرت بالحرائق نحو 5900 هكتار من غباد الإنديس الأصلية التي تضم مزيجا من أشجر السر والخيزران وغيرها لكن لم يتم الإبلاغ عن جرحة أو عن حدوث عملية إخلاء في هذه المنطقة الوعرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة للغاية وتعتبر الحرائق في مناطق الغابات في جنوب الأرجنتين ووساطها ظاهرة خلال فصول الصيف في ختام نشرتنا الجوية إلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عواصم البلدان العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ختم نذكر بأهم وآخر عنوين الأخبار تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية مدبول يؤكد على ضرورة الإسراء في بدء إنشاء محور منشأة القناطر لتسليل حركة المواطنين تقدم قوات الجيش اليمني على جميع الجبهات الاستراتيجية في مأرب أفرض حصار كامل على الجبهة الجنوبية للمحافظة روسيا تنفي اتهمات واشنطن لها بالتخطيط لعملية تخريب لاستخدامها كذريعة لغزو أوكرانيا أكد بدت لنا أهم ملامح العالم حتى الساعة من خلال هذه الفترة الإخبارية الشاملة للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت إلى اللقاء